فيما أقر مسؤول إسرائيلي كبير في كيان الاحتلال الإسرائيلي بإقدام إسرائيل على شن عدوان على سوريا متذرعا بأن القصف استهدف أسلحة إيرانية لم يستطع هذا المسؤول أن يخفي أن السلاح الجو الإسرائيلي في حالة تأهب عالية جدا لم تبلغها منذ سنوات لمواجهة أي احتمال فيما دعت صحيفة يديعوت أحرنوت الإسرائيلية أن إسرائيل هاجمت إرساليات أسلحة في ضواحي دمشق إن كنت في حفرة فتوقف عن الحفر حكمة أطلقها الغرب لكن قادة الكيان الصهيوني فاتتهم أو أنها غابت عن قاموسهم الحفرة هي الخسائر التي تتعرض لها مجموعات الإرهاب في سوريا وإسرائيل بغارتها أرادت أن تنقذ هذه المجموعات لكنها قد لا تنقذ نفسها حتى من الرد السوري وسائل إعلام العدو الصهيوني رأت أن المجموعات المسلحة في سوريا فشلت في محاولة السيطرة على دمشق بعد الغارة التي نفذت عليها الرئيس السابق لأركان جيش الاحتلال الإرهابي جابي أشكنازي طالب بتقديم السلاح للجماعات الإرهابية التي تقاتل في سوريا الدولة والشعب السوريين رئيس الوزراء الصهيوني السابق إيهود أولمارت دعا إسرائيل إلى القيام بهجمات موضعية لمنع عمليات ما سماه نقل سلاح كيموي من سوريا إلى حزب الله صحيفتها أرتس الإسرائيلية أفادت أن جهود الرئيس الأمريكي باراك أوباما في دفع ما سمتها المسيرة السلمية إلى الأمام من خلال الحملة المكوكية لوزير خارجيته ستفشل ما لم تشمل توسيع دائرة الشركاء بحيث تضم كافة زعماء الدول العربية وليس قطر فقط وسائل إعلام العدو أفادت أن جيش الكيان قام بنشر عدة بطاريات لمنظومة القبة الحديدية المتضطة للصواريخ في منطقة الشمال تحسبا من الرد السوري زيارة بن يامين تنياهو إلى الصين احتلت موقعا بارزا في صحف العدو لإجراء محادثات منفصلة مع المسؤولين الصينيين تفاديا للانطباع الذي قد يؤخذ بأن إسرائيل ستشن هجمة جديدة على سوريا سفير الكيان الصهيوني لدى الولايات المتحدة يقول لن نقف مكتفي الأيدي جراء التعاون السوري مع حزب الله مصادر أمنية صهيونية أكدت أن إسقاط النظام السوري وحلفائه سيدعم التوجه العربي الجديد نحو السلام مع إسرائيل الذي يلقى دعما أمريكيا غير مسبوق وزير الجيش الإسرائيلي الأسبق ورئيس حزب كاديما الإرهابي شاول مفاز قال إن الغارات الجوية الإسرائيلية ضد أهداف في سوريا هدفها منع تعظم قوة المقاومة أي حزب الله وردع إيران المحلل العسكري في صحيفة يدعوت أحرونوت أليكس فيشمن أشار إلى أن الغارات الإسرائيلية ضد سوريا لن تردع دمشق وهي تشكل خطرا حيال احتمال نشوب حرب إقليمية وقال إذا كانت الأنباء من الولايات المتحدة حول الغارات الإسرائيلية على سوريا صحيحة فإن من شأن ذلك أن يدخل إسرائيل إلى طقوس شاقة بشن غارات في سوريا من خلال المخاطرة بأن تخرج المواجهة عن السيطرة وستؤدي إحدى هذه العمليات إلى اشتعال إقليمي المحلل العسكري في صحيفة هارتس عموس هارئيل قال إن إسرائيل بقيامها بشن غارات ضد سوريا صارت ببهلوانية على حبل رفيع للغاية وهي تحاول الإصرار على الخطوط الحمراء التي رسمتها بمنع ما سماه نقل السلاح الكيميائي والسلاح المتطور إلى حزب الله من دون أن تحول ما سماها الحرب الداخلية في سوريا إلى مواجهة بين تل أبيب وبين نظام الأسد محلل الشؤون العربية في هارتس تسفي بارئيل قال إن الغارات الإسرائيلية على سوريا تشير إلى وجود مصلحة مشتركة لإسرائيل والمتمردين وإن إسرائيل قد توسع عملياتها الجوية في سوريا من أجل منح مظلة لحماية المتمردين أيضا واعتبر أن حلا كهذا قد يكون مريحا للولايات المتحدة والدول الغربية وتركية التي ليست مستعدة للتدخل عسكريا في سوريا دون موافقة دولية واسعة موسيقى اشتركوا في القناة